السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم مشاهدينا الكرام نهاردة انا فيديو جديد وعندنا النهاردة عصر الحضرات بالسعودية طبعا احبب اشكركم جدا 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 لوصول الفيديو اللي فات اتنين واربعين لايك اللحظة اللي انا بصور فيها الفيديو دي الفيديو واصل اتنين واربعين لايك يعني صراحة برضو مش اخدعكم انا ما كملتش الحرب بعد ما خلصت الفيديو بالصراحة كسلت بس دلوقتي اكمله طبعا جميع وكمان بالمرة يعني بالمرة مش اكتر هنحتل تعارفين طبعا نحتل مين هنحتل يا جماعة بلاد بونت ونحتل طبعا برضو اهل السنة طب كده اسيوبي خلاص مية في المية بقت تبع الوطن العربي احنا مش هنقول تبع السعودية لان الوطن العربي كله كان مش هارك في الحرب دي فدلوقتي بقى جيت دور علشان نخلص من بلاد بونت دي اول حاجة تمام وناخد كمان اهل السنة والجماعة بالمرة مشكلة احنا نجيب الجيش ده هنا او لا اسف الجيش ده نهجم بيه على قال السنة والجماعة وده نجيبه هنا وده نقسمه كده وده نهجم هنا على بلاد بونت وده نهجم هنا وده نهجم هنا وده الدنيا تبقى تمام طيب بالنسبة للفلبين فانا مش بفكر فيها دلوقتي يعني لسه بقى هسافر لعد الفلبين شغلانا برضو شوي بس هحاول عملها ان شاء الله طيب اجم معا كده بلاد بونت ابتدت تعافر فدي مشكلة بالنسبة لنا بس مفيش مشكلة يعني هي مشكلة بس مفيش مشكلة ازاي بقى ما تسأنيش بعد اذنك ما تسأنيش ابدا 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 لا تسأني طيب احنا نهجي الجيش هنا برضو عشان يساعد في بلاد بونت لان برضو الحرب هناك شرسة شوية بس خلاص خلصنا كده على بلاد بونت وعلى اهل السنة والجماعة بس بلاد بونت فضل المدينة اللي عملين نحصرهم فيها دي خلاص يعني ما تسنكوا بلاد بونت بقى ما تجروش تاني عشان انا دسقت وتعبت انا ودي مية وخمسة وتلاتين هنا كده تمام كده خلاص خلصنا وبقت الصومال كلها تابعنا مش كلها برضو هنقول تلتين الصومال وزي متو شايفين نقدر دلوقتي بقى معادة السلام حاجة جميلة واحنا هيكون لنا اراضي كبيرة جدا بس احنا طبعا هاخد اهم الاراضي ما ان بقى الاراضي هتكون للوطن العربي فانا ااخد اهم الاراضي يعني الوطن العربي كله حالفنا فما فيش خطر علينا اخد الاهم وخلاص ونقدر نعدي كمان بواها فدي حاجة جميلة ممكن ممكن يعني ان انا اخد مثلا كده حتة مدينة كده ولا ارض تكون بتصل ما بيننا وما بين الاستعمال بتاعنا التاني اللي هو في اريتريا مثلا او مثلا كده بس خلاص احنا وصلنا باريتريا فمش محتاجين اي وصل تاني ممكن دلوقتي الارض دي تمام كده ودي الوقتي احنا مأتبقي معنا 8 نقط فممكن احنا ناخد ارض دي تمام وكده ونشوف بقى بعيد دول ما تقوليش بقى بعيد دول ان هي مش هتاخد اراضي مش معقولة احرام احرام لو بقى الدول يعني انتوا هتتصرفوا يعني بس انا مش هسامح مش هسامح لو انتوا هخدتوش اراضي ارجوك ان كل الاراضي المتبقية ترجع الاسيوبيا تاني ارجوك ازاي ازاي جدعان مش هينفع كده انا قعد نحتل في اسيوبيا تاني حرام عليكم حرام عليكم يعني كان لازم يعني تحريبهم لوحدنا حاجة والله العظيم غريبة يعني طيب وانا برضو خلاص احتلينا تلتين الصمال ازاي ما قلتلكو فادلوقتي مين علي الدور هنحاول نجمع الجيش كده وواحدة واحدة ونشوف مين اللي علي الدور لان الحرب الجاية هتكون حرب قوية انها مش هسكت هو مين اللي كان مستعمر اه كان مستعمر البحرين كانوا اسمو اي ده التنظيم القعدة او تنظيم الدولة لسه طبعا تنظيم الدولة موجودين هم وطالبان مش مشكلة خليهم ايران يا جماعة هي اللي كبرت شوية بس مش عارف هي احتلت مين تاني صراحة هي بس دخلت شوية في اسف دخلت شوية في شبيه الجزيرة العربية وفي الشام وكده فزادت اكتر طيب ادي فلسطين لا مش فلسطين لبنان ده هنا الدنيا دي متلقبطة خالص تركيا كمان بتروح العراق دخلة ضد تركيا وايران دخلة ضد تركيا واسباكستان ضد تركيا وكل الدول اللي اخير هاتان دي ده تركيا وروسيا كمان ده ده تركيا فروسيا هتتنفخ خلاص لازم نعرف كده روسيا هتتنفخ طيب وتركيا ضد اليونان يعني تخيلوا يعني حاجة والله العظيم غريبة يعني طيب دلوقتي بقى نجا اوه في هنا مصر دخلت على حكومة الوفاق مصر كده هتحتل ليبيا مش مشكلة مش مشكلة مصر تحتل ليبيا مصر حتى ان شاء الله تحتل شمال افريقيا كلها بس يا مصر مش تقدر تخش على الباقي لانهم حلفة لنا لو مصر غدرت بقى احنا كمان كل الحلفة جزائر ومغرب وتونس هنخش على مصر فيش اي مشكلة احنا هنمشي مع اللابة طبعا يا جماعة كل اللي في اللابة ده ليس له اي علاقة بالواقع المشكلة بس الكبيرة ان اي حرب ضد ايران ولا العراق ولا حاجة هتكون حرب قوية جدا لان هتكون ايران والعراق وروسيا واوزبكستان وكل الدول اخرها تان دي تمام زي بتشايفين كده دي الدول اللي هنحربها لو دخلنا حرب مع ايران كتائب البعث سوريا ملتزقت روسيا في سوريا اه 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 وروسيا ذات نفسها وطرقمنستان صح كده وطاجستان وكرغستان تقريبا والعراق ووزبكستان وكزاخستان كل الدول دي طبعا دول قوية فهنا مش هنقدر نخش حرب ضدها احنا برضو الدول العربية محدش يستقيم بينا برضو احنا كتير قوي اه مال مصر وبحرين والامارات والعمال واليمن والسودان والجزائر وتونس والمغرب والموريتانيا والاردن واللبنان هي الصحراء الغربية مش في التحالف معنا صح؟ حلوة اوي بس حد احتل الصحراء الغربية لا حلوة اوي 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 مش في التحالف مع اي حد فهنا نروح على الصحراء الغربية بس يعني انا نفسي اسأل السؤال كده ازاي لسه مصر عايزة تخش حرب ضد بلاد بونت فين بلاد بونت دي؟ معلش يعني انا هعلن الحرب معنديش اي مشاكل بس نعلن الحرب على دولة مش موجودة ازاي مفيش مشكلة نعلن الحرب وخلاص عشان العلاقة تتحسن ده كل التحالف جماعة اعلنوا الحرب على بلاد بونت واي مش موجودة دي حاجة خطيرة يعني صراحة طيب وكمان لا الفلبين كده بقى فلبين عايز تاخد علقة لان دخلت في اليمن وانا مش ارضى بكده اني بقى في غرب وشرك لا لازم اليمن كلها يعني النص ده تبع اليمن ساعدتك فحضرتك تبعدي عنه بي عشان ما نجيش من دولة احنا تحالف كبير اوي كبير اوي 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 وانتو ملكمش اي تحالف ها يعني لازم النقطة دي تكونوا حازلين منها ودخلين ضد تنظيم الدولة فاصلا تنظيم الدولة هيقرفوكو لانهم برده مش ضعاف يعني انت نظيم الدولة وطالب ان انتوا هتنفخص عندك طب يا جماعة مصر شبح يعني خلاص خلصت على ليبيا كلها بس طبعا مش هتخش على جيش حفتر فيش اي مشكلة فيش اي مشكلة دمعين من انها اخضت اجزاء يعني كبيرة احنا ع Rangers خلال جيش حفتر فيش اي 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 مشكلة بسوانكو القاعدة دها فلمورة وسلم هم ni لسا موجودين اوه ده الرجع تاني ابوكو حرام يا حرام مين تاني لسا موجود یه جدعاء جيش تحرير السودان تمام تمام كل ده ان شاء الله هنخلص عليه طبعا انا دلوقتي هنروح عشان نحارب ايه كل المسافة دي عشان نحارب اه السحراء الغربية بس طبعا قبل ما نحارب السحراء الغربية هنخلص على الاراضي اللي هم واخدنها في الصومال عاجة يعني سهلة طبعا ما اعلن الحرب عليهم خلاص هنخش على طول ونهجم عليهم عشان ناخد شوية اجزاء كمان كده طيب كل التحالف اعلن الحرب علي حكومة الوفاق هذا الكلام ليس له اي علاقة بالواقع تمام تمام مش محدش يجيب الكوميتات يقول لي انت ليه بتحارب الدول العربية اه وسايب دول اوروبا انت كافر انت مش عارف صيخيوني لا لا دي لعبك دعان دي لعب ودي عارب الدول ليه لسه بقى لما ان شاء الله نحتلهم وكده نبقى نخش على اوروبا والدول شرق اسيا وكل الدول اللي انتو كرهينها دي اه بخش عليها حاضي وايران اخلص لقى عليها حاضر فارب وقت وبعدين انا لو انا لو كره العرب كنتش عملت التحالف تعل عرب ده يعني انا لو كره كنت عملت تحالف ليه اتقول يا من طريحة وتحتل السحراء الغربية اقول لك والله انا ادخل على وكبدي عشان اشوف كوات التحالف الدول بتاعتها ايه ملاقيتش فيها الصحراء الغربية لو كنت لقيت الصحراء الغربية كنت حطتها فارجوك بقى خلاص اهدى اهدى عن نفسك فيش اي مشاكل فيش اي داعي انت تزعج نفسك على لعب خالص مشوار اجدعان للصحراء الغربية فيه سنين سنين على ما نوصل يعني صراحة مشوار متعب اوي ومكلف في نفس الوقت يعني طبعا ما هحكمت الوفاق عايزين يعملوا معدد سلام فما فيش حاجة يعني اوحش من السلام خالص تمام حي برضه ممكن نرجع لهم كده يعني كم ارض هي دي اراضي احنا كده احنا ناخد الاراضي دي حلو حلو اوي احنا ناخد الاراضي اللي احنا مدفعناش فيها جندي بجنيه حتى يا سلام يا سلام لو الحركة دي يا الله شايفينا جدعان خدنا اراضي من غير ما نحارب فيه احلى من كده ما فيش طبعا وكمان دلوقتي هنخش عشان ما نزعلش اي حد ونخش على طول على اللي متبقي من ليبيا بس طبعا بس نخلص ايه نخلص اللي ورانا في الصحراء الغربية لان المشوار هيتعبنا اوي 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 فيه حرب بقى دلوقتي مش هينفع اخشها وهي حرب ضد ايران فا اهو العرب دخلوا اهم اهو وانا سايبهم اهم براحتهم خالص اي حربوا ايران بس انا مش هقدر انا مش هقدر لان انا دخلت حرب انا عندي شغل خمس تلاف جندي ساعتك يعني هحاول اجمع شوية جنود بس مش هقدر خالص دلوقتي مش هقدر المشكلة بقى ان انا اعلن الحرب بزيد عشر عشرة في العلاقة ارفض ايه نقص خمس تاشر طب ليه طيب ليه ليه ما تبقاش حاجة متساوية مش عارفهم بقى دلوقتي احنا جاهزين عشان نخش نحارب مين نحارب الجمال مين يعني الصحراء الغربية دخلنا على الصحراء الغربية خسرنا اول حاجة مفيش مشكلة هل هنسكت لأ طبعا هنعمل ايه هل هنخسر تاني لأ طبعا هنعمل ايه ما تعرفش هل هنخسر تاني اتمنى لأ اه اه هل هنخسر تاني اه صراحة بقى اه هنخسر تاني هل هنقدر ننتصر ان شاء الله لأ لأ اجدعان توتهزر اجدعان الوطن العربي داخل حروب ايه طيب طيب حاضر اجمع شوية جيش بس وخلص الحرب المهمة دي ايه دي حرب مهمة سعدتك هل هنش حاسين بي انا مش عارف ليه يعني مش حاسين ان انا بحارب ليه مش عارف والله طب بصوا بقى تفضلوا بقى وقعدة في المغرب الاسلامي دخلوا على المغرب حد بقى يساعد المغرب الله اعلم بس جيش المغرب كبير يعني ما شاء الله هقدروا يساعدوا نفسوها لما نشوف انامل ايه مع الصحراء الغربية هتقول لي يا عم انت تفهل ايه يا عم اكيد هتكسب هقول لك الله اعلم طيب كده احنا خلصنا اه انتوا عايزين نخسر بعد وخلاص طيب كده خلصنا الصحراء الغربية ودلوقتي مضطر اني اعمل جيش علشان اساعد العرب طب حضرتك دلوقتي بقى تقدر تلاقي اراضي المملكة العربية السعودية في اي حتة وفي غرب اوروبا تلاقي آسف في شرك افريقيا في غرب افريقيا في شمال افريقيا في جنوب اسياء في وسط اسياء في الشام بده في العراق تمام هتلاقي هتلاقي نحسن في الساعة الحرب اكيد لماذا نستطيع ال وجيش كبير شانا انجز جيوشناih ليس قليلا نجيوشنا مش قليلة سعدتك ان شاء الله النصر لنا ان شاء الله طيب في حاجة برضو عايز اعملها يعني ان احنا نحسن شوية النمو السكاني يشاء احنا احتلنا دول كتير ما شاء الله بس ما زودناش النمو السكاني وكده في المستقبل ممكن يجينا مظاهرات لا يقدر الله طيب زونتم شايفين كده زودنا لحد ما خلصنا فلوسنا وجبنا جيش حلم يقدر يساعدنا في الحرب ضد ايران والعراق والدول دي هنمشي الجيش زي اول حاجة بنعملها نحن نمشي الجيش تمام حلو قوي غنيا بساء ولأ انتوا عايزين نتمرمط كده في الخريطة دولة واحدة كفاية قوي بس برضو عشان ما تقولش عليكم الفيديو احنا مش هنكمل الفيديو نوصل الفيديو ده ل 20 لايك نوصله لا نوصل الفيديو ده ل 25 لايك نستمر في السلسلة ان شاء الله وانا عارف انتوا قدها وعايزكم بقى يا جماعة يعني انا اطالب 25 لايك وان شاء الله استمر في السلسلة حتى يعني ايه لو ما عدتوش او ما تكسرتوش الرقم اللي انتوا جبتوه في الفيديو اللي فات لها 42 بس انا عايزكم تكسروا الرقم انا ان شاء الله يعني واصق فيكم وعارف انتوا تكسروا الرقم وطبعا لو مش تشترك في القناة ما تنساش تشترك في القناة وادفع زر الجرس عشان يجي لك كل جديد والسلام